اشتركوا في القناة على سبيل المثال لا هون راح نتعامل مع يعني في عنا يعني مصطلحات جديدة هسه بهذا اللي هي اه او هو بيحتوي على زي ما اتفقنا احنا كنا قبل نتعامل مع اكس لحالها الآن بدنا نتعامل مع اكس وواي بس يا جماعة قبل من نبلش بهذا الشابتر بدي منك تروح تراجع شغلة بسيطة ما بتأخذ منك مص ساعة اللي هي كيف اعمل دبل انتغريشن ليش دبل انتغريشن لانه احنا كنا لما بدنا نجيب البي دي اف اي عفوا السي دي اف كنا نكامل البي دي اف فهون عشان عنا تو راندوم فاريابل فاحنا محتاجين لدبل انتغريشن اول مصطلع اللي هو الجوين سي دي اف اللي هو السي دي اف اللي بيحتوي تو راندوم فاريابل اللي هم عبارة عن اكس وواي قانون ثابت زي ما كنا نتعامل معه بشابتر اثنين اللي هو بروبابيليتي اف اكس اقل او تساوي اكس سمول بالاضافة لا واي تساوي او اقل او تساوي واي سمول المصطلع الثاني اللي هو الجوينت بي دي اف عبارة عن مشتقة لل السي دي اف زي الشابتر الثاني كمان بالضبط بس هون الفرق انه مرة بدنا نشتق بالنسبة لأكس ومرة بدنا نشتق بالنسبة لواي لانه احنا حكينا عندنا توراندوم فاريابل المارجينال c d f والمارجينال p d f ايش يعني مارجينال حسا احنا عندنا هون بالc d f او p d f عندنا توراندوم فاريابل فانا لو مثلا بدي f اكس او c d f الخاص بالx لحالها هذا المصطلح بسميه مارجينال c d f بهاي الحالة بجيب الجوينت c d f وبعوض مثلا اذا بدي f x of x بعوض بدل y infinity واذا بدي f y of y بعوض بدل x infinity طيب هذا بالنسبة للمارجينال p d f طيب المارجينال عفوا المارجينال c d f طيب المارجينال p d f ايش هو بكامل عكسي يعني اذا بدي المارجينال p d f الخاص بالx بكامل بالنسبة لل y بكامل الجوينت p d f بكامل الجوينت p d f بالنسبة لل y او ما هو مشتقة المشتقة لل c d f او بشتق المارجينال c d f الخاص بال x أما إذا بدي FY أو المارجينال BDF الخاص بالY بكامل الجوينت BDF بالنسبة لX أو بروح بجيب أو إذا كان موجود عندي أو أنا مطلع بفرع سابق بشتق المارجينال CDF الخاص بالY طيب هذا الحكي كله بالنسبة للكونتينيوس CDF و BDF أو كنتينيوس random variable طيب بالنسبة للدسكريت random variable نفس الإشياء بس الفرق عنا هون إنه بالنسبة لX و Y يعني بيكون بأخذ أنا نقطتين اللي هما الX واللي هي الY وكذلك بالنسبة للBDF بس الفرق إنه هون عنا بالس مش يونت طيب المارجينال CDF والمارجينال PDF في حالة الدسكريت لما بدي المارجينال CDF للX بأخذ البروبابيليتي تبعية X لحالها ولما بدي المارجينال CDF بالنسبة للY بأخذ البروبابيليتي تبعية الY أو عناصر الY لحالها وكذلك بالنسبة للBDF طبعا رح نحل الأمثلة على الديسكريت ورح نحل الأمثلة على الكونتينيواس مارجينال وجوينت إلى آخره عشان إحنا نفهم شو اللي نحكي فيه طيب زي ما كنا قبل أو في الشابتر الثاني نطلع البروبابيليتي من CDF والPDF هون كمان نقدر نطلع البروبابيليتي من الجوينت CDF والجوينت PDF لو حكينا البروبابيليتي X محصورة بين A و B و Y محصورة بين C و D يعني حاصر للX بين رقمين والY بين رقمين يعني فترات هاي قانونها طبعا هاي القوانين صراحة بتكون تحفظوها منيح حسا بالأغلب احنا هون لصعوبة قوانين CDF بنستعمل الPDF لأن الPDF هو عبارة عن تكامل يعني لو حصل الX بين A و B والY بين C و D بروح بكامل A و B بالنسبة لX و C و D بالنسبة لY وكذلك مع القوانين الثانية او الفترات الثانية هون الفرق بس انه مرة بيحط لي مساواة مرة بيشيل المساواة طبعا مع الاخذ بعين لها اعتبار انه لازم نحفظ هذول كمان اوكي احنا بالأغلب منستعمل الPDF لانه كتكامل اسهل يعني ما في حاجة احفظ الحدود خلاص مباشرة بكامل من A ل B و من C ل D بالنسبة لX وبالنسبة لY بس مع ذلك لازم نحفظ قوانين CDF هاي كانت انتروديكشن بسيطة عن الشابتر الرابع ان شاء الله بالفيديو القادم راح انحل امثلة على الديسكريت والكونتوني والسراندوم باريابل ونجيب كل المطاليب اللي حكينا عنها